بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قغرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسماعك التي ملأت أركانك كل شيء وبعلمك الذي يحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي يضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أولى الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء وكل خطيئة أخطأتها اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك أغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجتك وعظم فيما عندك رغبة اللهم أعظم سلطانك وعلى مكانك وخفيا مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرأت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا يجد لذنوبي غافرة ولا لقبايحي ساترة ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ضلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاي قلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروغ دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوحالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي عن سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما ملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شغواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور اعتوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدويه فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذراً عادماً منكسراً مستقيلاً مستغفراً منيباً مقراً مذعناً معترفاً لا أجد مفراً من ما كان منه ولا مفزعنا توجه إليه في أمره غير قبولك عذري وإدخالك إياه في ساعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بذني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي بالركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أذنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شاري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمير حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوار حسعت إلى أوطان لتعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما غاك ذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاري على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثبه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاري فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من غاضي الجوابك لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلا إن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين حبائك وأوليائك فهبني يا إلهي والسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على أفراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيجا آملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكي أن عليك بكاء الفاقدين ولو نادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياثا المستغيثين يا غياثا يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذا قطع معذابها بمعاصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلفا من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقى القلبين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عدقه منها فتتركه فينا هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بي الموحدين من برك وإحسانك فباليقين فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كل غابرة وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملغى من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلثناك قلت مبتدرا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنان كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهب لي في غاضي الليلة وفي غاضي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أضغرته وكل سيئتنا مرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذي نوكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكلت أنت الرقيب علي من ورائهم والشعيدة لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليم بضر ومسكنتي يا خبير بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وإسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كل غاوردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وغب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرح إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدوى ملك دلو المخلصين وأخافك وخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كعدني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لغجاة وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتك واغفر لي الزلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضملت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منعي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإلس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالمان لا يعلام صل على محمد وعالي محمد وفعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا